موسيقى شابتر 7 لتكلم عن ليزر وليزر هي مش كلمة ليزر دي كانت اختصار هي اختصار للايت أمبليفيكيشن باي ستيميوليتد ميشن فأول حرف من كل كلمة عملي كلمة ليزر بس مش كل حاجة احنا فاهمينها من اليمين خالص هي الفوتون الفوتون بتاعت اللايت زي ما شفنا الحصه اللي فاتت واللي قبلها انه ممكن يحصل اميشن للفوتون من الاتوميك او الموليكي لما يدستنت او يريلاكس من هاي انرجي ليفل لمن؟ للي هو انرجي ليفل ويطلع لي فوتون حلو جدا انما يعني استيميلات بقى اميشن اوف راديشن تعالوا نرجع عادي للإميشن وكراديشن الطبيعي اللي احنا عارفينه ان انا لو عندي موجود في انرجي ليفل عالية اسمها اي تو في الكترون او اتم في الليفل العالي دوت بعد ما اللايف تايم بيخلص لوحدها بتعمل ايه بتنزل للليفل اللايت يبقى هي بعد ما اللايف تايم يخلص بتنزل لللور انرجي ليفل والديفرنس في الانرجيز دوت بيطلع از فوتون ده لازم كده اكتب هنا توضيح صغير ان دوت افتر لايف تايم از اوفر ده بيطلع في الانرجي وبيطلع بانرجي اتشي نيو اللي ياتب اي تو مينس اي وان الاميشن ده اللي احنا شبناها اصلا ابل كده ده اسمه اللي هو التلقائي اللي الواحد محدش جيجا ببقاها هي بعد ما اللايف تايم خلص لوحدها راح تنزل ومطلعي مطلع الفوتون بتاعه فيها مشكلة حلو جدا انما في نوع تاني من الاميشن اسمه استيميوليتد اميشن اللي هو اللي موجود في الاسم بتاع الفوتون استيميوليتد اميشن دوت يعني برضو الاتوم هتكون في هاير انرجي ليبل وبعد ما اللايف تايم بتاعها يخلص بتعمل الاسم ما الاستيميوليتد بقى قبل ما اللايف تايم يخلص انا احفزها بطريقة معينة ان هي تعمل الايميشن يبقى هنا ادي دوتا لوحدها بحدش جيجا ببقى انما استيميوليتد انا inwardly عليها استيميلييت انا اللي عليها تحفيز ان هيا تعمل VERY 700 تعمل الايميشن بداعه التحفيز ده لازم تكون حاجة من نوعه يعني حاجة من نوعه المفروض لما بتنزل ليست تطلع فوتن الانرجي بتاعته اله اتش نيو اله اي equal e2-e1 جدا لازم ان اعمل له استيميليت لازم اعمل لله اكمل برضه فوتن الانرجي بتاعته الانرجي بتاعته اله اتش نيو الاي equal e2-e1 لو الفوتون بالانرجي دي بالضبط عد على الاتوم قبل الاتوم يخلص هلأ ان الاتوم نزل للور انرجي ليبل وراح مطلع الفوتون بتاعه اللي هو الانرجي بتاعته اتش نيو اللي هي اي تو ماينس اي وان طب والفوتون اللي كان داخل راح فين بيطلع هو كمان معه ده اسمه استيميولاتين فوتون انما ده اسمه استيميولاتين فوتون واحد المحفز واحد المحفز استيميولاتين ده اللي بيحفز ده اللي داخل عمل تحفيز للاتوم ان هي تعمل اميشن استيميولاتين ده المحفز اللي تحفز يعني انا الموضوع ده بيفكرني بحاجة كده يعني من انقبرتي مع التعامل مع طلبة سانوية عامة اكتشفت ان طلبة سانوية عامة كلهم ليهم لايف تايم والله لا مش لايف تايم اللي هو يزقق من المذاكرة لايف تايم ان هو يحس على دمه ويبدأ يذكر في ناس اللايف تايم بتاعها من شهر ثمانية يعني اول ما بيجي شهر ثمانية كده هو من نفسه سبونتيني بسي محدش بيجي جنبه بيحس على دمه بيبدأ ان هو يذكر عشان خطر سانوية عامة ده قلة قليلة جدا قلة قليلة جدا ففي طلبة لوحدها بتعمل اميشن وبتبدأ ان هي تكيب قلم اي من سانوية عامة ويقعد بقى هو يذكر في ناس بتبدأ دي الاكترية بيبدأ يحصل لها الاسبونتيني واسدود بعد نص سنة الاغلبية بيجوا بعد نص سنة بيبدأ يحس ويبدأ ان هو يذاكر في ناس طويلة الموضوع عندهم يعني بيبدأ بقى مثلا ايه شهر اربعة في ناس بتبدأ في نص شهر ستة اللي هو في وسط الامتحانين اه والله يعني هو بيعد على الامتحانين وما بيبقاش عارفه عمل فيهم ايه اصلا بعد كده بيبدأ يحس في ناس بتحس في نص شهر سبعة ده قبل لا ده قبل الملاح حضرتك بس هل انا هفضل مستني على حد قدامي قبل ما هو يعمل الميشل اللي هو احده انا هحفزه بس المشكلة في ايه مش كل شخص بيتحفز زي التاني يعني لو مثلا جبت صفا قلت لها صفا لو ذاكرتي هجيبلك طبق بصرة ايه عنب هل دي حاجة هتحفزك لازم اجيب لها حاجة تكون هي بتحبها فقول لها يا صفا لو ذاكرتي وجبتي درجة حلوة في الامتحانين الشهر اللي جاي اجيبلك بيتزا مريم هتيجي وقول لها لو ذاكرتي هجيبلك سمك هبولت كبيرة كده حلوة ايه ما تحبش السمك قال لها خلاص اجيبلك شوكولاتة وتفرح قوي محمود اجي وقول له لو جيت ذاكرت هجيبلك شوكولاتة ماشي طب لو ذاكرت هجيبلك عدوة سمك حلوة ماشي طب لو ذاكرت هلطش لك عشان انت بتحب التلطيش يفرح قوي مبسط دي حاجة بتحفزه طبام كل واحد دي الطريقة اللي بنادار ان احنا نحفزه بيه فنفس الكلام الاتوم الاتوم ديها الطريقة اللي انا حفزة بيها فوتون يكون الانيرجي بتاعته اكد الديفرنس في الانيرجي ليفنس بالزبط يعني دي تعتبر state of resonance بس جوة الاتوم دي حاجة تانية فيبقى دوت كده هو الفوتون الانيرجي بتاعته ادي الديفرنس في الانيرجي ليفنس بالزبط ساعتها بحفز الاتوم تروح مخرجة ايه اللي استيميليتد فوتون انما لو اكبر منها اصغر منها ما يحصلش اي حاجة ده مش على غاية مش على دماغها ما تتحفزش بيه من مميزات الاستيميليتد اميشن ان الاستيميليتنج فوتون والاستيميليتد فوتون يعني الفوتون اللي خرج ده بيكون سيم دايرجشن والاستيميليتنج فوتون دوت انا عارف الانيرجيشن بتاعه انما ده بيطلع في الانيرجيشن لا وبعد ما بيطلعهم ما بقاش متميز ما بينهم لان هما زي ما هنقول كمان شوية هما الكوهيران كوهيران يعني منتطبقين زي بعض ايدنتيكال كاللهم طرعين من نفس الانيرجيشن عند نفس الوقت ومنطبقين على بعض يعني ما فيش الديستنس اللي انا عمالها ما بينهم فما فيش اي نوع للتفريع ما بينهم عم فكرت قصدك ده وده لا ما فيش طريقة ده دايما بيطلع بسيرتين وفلنجز لي بسيرتين وفلنجز مش احنا هنا الموضوع لما يكون هو ممكن ينزل لاي ليفل تحت ما هو فريده مش ده فريده في لسه تحت موجودة ما هو ممكن ينزل من اللي بالعالي للي في ده ممكن اللي تحته ممكن اللي تحته ممكن اللي تحته اي ان كان اي واحد صح؟ حلو انما هنا لأ انا بحفزه ان هو ينزل الانيرجي اللي في نفس الانيرجي ديفرنس دي يبقى معنا كده اللي هيخرج هيبقى انما دوت بيبقى بولي كروماتيك او ممكن نقول اختصار بس اكشي زي مثلا الهيدروجين الاتوم لو انا عملت لهم وسبتهم يطلقوا كانوا بيطلقوا كزا لاين بكزا ويفلينك تمام كنا شوفنا مثلا حوالي في ستة لاين في بالمر هولما اللي بيظاهرين قوي وستة طول بويفلينس مختلفين واحد كان بيبقى في الريد واحد في الانديجو واحد في البلو وتنين في الفايلوت دول اللي كانوا ظهرين اوكي حلو جدا الاسبونتينيو اسميشن لو انا عندي سورس بيطلق اسبونتينيو اسميشن فالسورس ده بيطلق الريز في كل الريز بتعمل حاجة اسمها سبريدنج او ديفرجن الاسبريدنج ديت يعني انا لو جيت است الانتينيستي هنا هلاقيها عالية جدا الريز كتير قوي الفوتونز كتير قوي ان انا لو جيت استاه هنا هلاقي ايه اقل يبقى الانتينيستي او في سبونتينيو اسميشن يعني انا لو عندي سورس بيكله شغال بسبونتينيو اسميشن هما بيطلقوا في راندم داريكشن في كل الدياريكشن فالريز بتطلق بتبعد عن بعض عشان فيه انجلز وما بينهم من بعض بتبعد عن بعض مع الوقت او مع الديستانس فكل ما بعض بلاقي الانتينيستي بتقل ديو تو ايه سبريدنج فيها مشكلة في حاجة تانية اسميه سكاترينج يعني الانتينيستي ممكن تقل عشان سبريدنج او عشان سكاترينج ديت لو الريز دي خبطت في بارتكيلز في الهواء زي بارتكيلز بتاعت الشبورة زي تراب زي اي حاجة لما يكون فيه عفرة او او تراب او شبورة او اي حاجة في الهواء والريز بتحاول ان هي تعدي منها بلاقي ان اللي عد او اللي وصل حاجة قليلة تمام ليه لان نتيجة للكوليجن مع البرتكيل دي بيبدأ يحصل التشتت ده اه كده كده بيحصل والسكاترينج كمان ممكن يحصل هو كتاب في المدرسة بالزبط يعني بس بيحاول ان هو يوضح لك ايه الفرق ما بين ده ده دول حاجتين بيقللوا الانتونستي بيقولك ان هو بيقل عشان كده 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 وده ديفرنت عن السكاترينج اللي هو يعتبر كوليجن مع البرتكيلز انما بالنسبة للاستيميليت الدماء ده او ديناري لايت سورس او ديناري لايت سورس ده زي اللمبات العادية بتاعتنا دي اللي ايها بتطلع النور في كل حتة مش بتبقى مركزها في حتة معي طالع النور في كل حتة خلاص وبيطلع بكذا عشان كده بتبقى فولي كروماتيك او بتبقى لونها ابيض اللي هو فيها كل الوافلانس الممكنة انما الاستيميليت الدميشن ده بيحصل في مين؟ في الليزر دوميناتد اميشن ان ليزر سورس انما ده دوميناتد اميشن ان او ديناري سورس اوكي فانا لو عندي سورس بيطلع ليزر اللي هو يعتبر استيميليتد اميشن الريز بتطلع كوليميتد بارل بيم شايفين انش الريز دي طلع التو فوتونز دول طلعين بارل لبعض مهم لو عدوا على اتوم تانية اجزايتد هيطلعوا واحدة تالت معاها عدوا على واحدة تانية اجزايتد درو واحدة ربع مع انسؤون فالاقي ان في فوتونز كتيرة كلها طلع مع بعض كلها مش يبارل مع بعض يبقى هل كده فيه سبريدنج لا يبقى هنا نو سبريدنج ممكن يحصل سكاترينج عادي لان سكاترينج ده ملوش دعوة بالموضوع ممكن يحصل سكاترينج ان انا يكون برضو عندي فارتكيل في الهوا فالريز اللي داخلها ديت هتبدأ ان هي تعمل سكاترينج معاها بس برضو في حاجات بتعدي فهنلاحظ ان هنا السكاترينج اللي بيحصل تأثيره بيكون اقل شوية لان هو كده كده اصلا البيمي الانتنسي بتاعته عالية كده كده اما كده كده عندما يحصل سكاترينج هيكون برضو لسه فيه حاجات بتوصل على عكس انا ممكن اللي يحصل سكاترينج لشوفش حاجات اخرى ناحية اخرى تمام؟ يعني انا لو عندي شابورة وضربت فيها ليزر فاللي وراء الشابورة هيشوف ان فيه ليزر انما لو ضربت كشاف عادي فممكن اللي وراء الشابورة لا يشوفش اصلا ما يشوفش اي حاجة لا يشعر انه يوجد كشاف ضرب لان النور اللي عدى او اللايت اللي عدى حاجة ليلة او ضعيفة جدا فنقول انه هو ليس سكترينج بس لازم كده كده يحصل بسي بقى عشان نبقى صرحة ما بقى انا من وانا بتانية جمع بالصفر تالتة جمعة رابعة جمعة انا سألت خمس دكاترة اللي هم الفيلد بتاعهم الاساسي ليزر و اوبتيكس ان واحد يجاوبني على السؤال اللي انت بتتقاليه دوت مفيش مين الوحيد اللي ممكن يجاوبك على السؤال ده شخص واحد بس بس هو مات للأسر اينشتاين لان اينشتاين هو اللي اكتشف الاستوملات المشاة فهو الفكرة بس ان انا لما حاولت اقرأ لقيت الموضوع المعقد فروحت اقفل صراحة او بصي بقى صريح معاكل لا اقصى الحدود الفكرة كلها من حاجة اسمها ويف اللي هي بتوصف السيستم بتاع الاتوم نفسه لما يكون عامل ازاي والفوتن اللي داخل عامل ازاي والانتر اكشن ما بينه ما يبقى عامل ازاي دي حاجة كده بتبقى ريزونانس ان لما ده ده لما بتادي نفس الانجي اللي فيها ده ده بتبقى حاجة كده نفس فكرة فبتخلي ان اللايف تايم يدروب زيرو بتغير في اللايف تايم النفس فبتخليه ترايم يدروب زيرو ويتخلي اللايف تايم يدروب مع بعض ما دام هما تلايم هما الاتون ما شئين مع بعض بظل تامام summer كلها كونطم لي وكلها معقدة شوي فان بصراحة ما حاولتش ان اتطارك لي قلتك خلاص بقى لو هاستخدمها يبقى اعمل انا المهم الفهمت ان ايه اني في فكرة الريزونانس من بره وخلاص في دكتور اوبتكس كان قال لي كان برده جايبني نفس الاجابة دي قال لا انا معرفش بس هو الانتر اكشن ما بين الالكتريك والمجنيوتك فيد بتاع دول مع الفيد بتاع الاتوم هو اللي بيعمل دوت الميكانيزم من جواب الظبط معرفوه بس هو لما قريت لقيت ان هو الادقة هو اللي انا قلتولك التاني دعا لا ما ممكن اجيب ما بيعملش زي عارف انت اللي هو لما بيبقوا بيفتتح ومحل مسا او كده ويبقوا جايبين كشفات تحت اللي هي بتضرب لفوق كده او اللي هي بتاعت باتمان تمام او دول ما بيعملوش بس من كتر ما هنا الانتنستي بتبقى نوت تشنجد مع التايم وهو الانتنستي هنا زي الانتنستي هنا تقريبا عشان نوت يبقى اديات كده بتفضل سيم انتنستي وزديسن دية بتبقى لوور انتنستي وزديسن فانا ده ممكن ان انا استخدمه علشان ابعث لحد الامر يغبط في ميرور هناك ويترد تاني لحد عندي بلاقي ان الرائي رجع يعني مش المسافة دي كلها ورجع والانتنستي بتاعته تقريبا متغيرتش يعني اللص في الانتنستي بقت حاجة بسيطة جدا تمام يبقى تاني كل انا ممكن من كتر ما هو الليزر الانتنستي بتاعته بتفضل سبتى مع الوقت او بتفضل مع الديستنس انا بقدر ابعث الليزر لحد الامر يخبطها في الامر ويروح راجعة تانى في مرور محدودة عاه المن stuck Això daоб Egyptians من المهمة جدا لان هو مكتوب في كتاب المدرسة زي ما هو الوحيد الذي مكتوب في globe يعني ثجتوا فى tablephone فى كتاب المدرسة في المدرسة ليس حطت اى table Modern option عايزين نشوف بقى الاجابة على سؤال ايه الفرق ما بين الليزر والاورديناري لايت سورس اللي بيميز الليزر او البروبرتز بتاعت الليزر اللي بيتميزها عن الاورديناري لايت سورس اكتشلي هم اربع حاجات بالضبط مهمين جدا ايه هم اللي اربع حاجات دول اول حاجة حاجة اسمها كوهيرانسي معناها بالعربي تطابق خلينا نشرح على شكل الفوتونز اللي بتبقى خارجة بتبقى كم بيكونوا كلهم سيم فيز فاكرين الفيز اللي احنا خدناها في شبتر فور يمكن توضح لنا الموضوع شوية بلاقي الفوتونز اللي خارجة مش هي ويف بلاقي الفوتونز دي كلها سيم فيز تمام حلو جدا سيم فيز وكمان كأنها اميتد فروم كأنهم كلهم طلعين من نفس النقطة بالضبط في نفس اللحظة بالضبط يعني بيقوا متطابقين على بعض يعني ما فيش المسافة اللي انا اعملها ما بينهم بيكونوا لازقين في بعض جدا تمام؟ يبقى تانى الفوتونز اللي بتخرج بيكون كويرنز كويرنز يعني سيم فيز يعني طالعين كريست مع بعض اطراف مع بعض انسقون الالكتريك فيز كلها مع بعض الماجنيتك فيز كلها مع بعض ودي من الحاجات اللي بتعلي الانتنستي بتاعهم لان انا عارف ان فيه حاجة اسمها انترفيرنز اللي هو كويرنز لو كريست مع كريست وطراف مع طراف بالمنظر ده كده كويرنز فالانتنستي بتاع الفيز هتزيد انما لو هما طالعين تو فوتونز طالعين مع بعض بس عكس بعض في الفيز فايلا هيحصل هلاقي ان هما ايه ان هما كان انهم بيلغوا تأثير بعض يبقى تو فوتونز موجودين بس بيلغوا تأثير بعض اوكي يبقى الانتنستي بتقل يبقى معنا كده اول ميزة تميز الليزر عن الارديني رايف حتى لو الاتنين كوليميتد يعني حتى لو انا استخدمت اوبتكال ديفايز وخليت ده كوليميتد يطلع كله مع بعض وده كوليميتد مع ذلك بلاقي ان ده اقوى برضو ليه لانهما كويرنز انما ده مهما عملت مش هيكون كويرن اوكي حلو جدا انما الارديني رايت بلاقي ان واحد طالع كده واحد مثلا كأنه بادئ من هنا واحد كأنه بادئ من هنا حتى هو انا بحاول ان انا اعملهم نفس الفيز سوري بحاول اعملهم نفس الفريقونسي بس في الاخر هما ايه طالعين بشكل عشوائي شوائي اوكي فدوت كده بكل بساطة ممكن نقول ان هما ايه نوت كوهيرنز وخلا ثاني حاجة هي اسمها مونو كروماتيستم قلنا الكلمة دي قبل كده مونو كروماتيك يعني ايه سينجل كولر او سينجل ويفلانز كلمة سينجل ويفلانز المفاجئة اللي انا هقولها دلوقتي دي كلمة ايديال جدا مش موجودة في الحقيقة بس اقرب حاجة انها تكون ايدل هي مين هي الليزر لان انا لو رسمت السبكترم بتاع الليزر الليزر ما بين الويفلانز والانتنسي بيلاقي ان هو بيطلع لي سينجل سبكترم بيطلع سبكترم لان واحد بس ما بيطلعش ايه ويفلانز اخر اللين ده بيبقى ليه ويتس بيبقى ليه حاجة اسمها باند ويتس ده اللي هو الرينج بتاع الويفلانز اللي بيطلعه الرينج بتاع الويفلانز اللي بيطلعه ده بيكون قليل جدا 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 تمام؟ يعني لو جبت مثلا ليزر اللي هو الليزر اللي اخدر ده اللي هو بيرخمه بيها اللعبه في الموتشات ده محدش يعمل كده بعد ازنكم بيلاقي ان هو مثلا مكتوب عليه فور ايجزامبل 590 مثلا 590 نانوميتر ده كده اللي هو بتاع البيك اللي هي 590 نانوميتر وبيلاقي ان هو مكتوب عليه 10 نانوميتر 10 نانوميتر يعني هو لحد هنا مثلا 600 وهنا مثلا 580 ده كده الباندويتس اللي هو 20 ده هو ده اسمه باندويتس خلاص في الليزر بيكون صغير قوي بيكون اصغر حاجة ممكنة انما في اي سورس تاني بيكون الباندويتس ده كبير حتى لو جبت مونو كروماتيك زي اللي هو اللمبات الليد عارفين اللمبات الليد اللي هي مش اللمبات الليد اللي هي فينوس ده اللمبات الليد اللي هي الصغيرة اللي بتبقى مثلا في الاجهزة لمبة بتنور احمر وحاجات زي كده زي اللي هو اللومد اللي هي بتاعت اللي هي بتنور في التكييف زي اللي هي بتاعت الموبايل من بره اللي هي بتنور احمر ده لما بيبقى وقرب يفصل شح دول بيبقوا مونو كروماتيك بس مع ذلك بيلاقي فيه باندويتس كبيرة قوي ويبقى مونو كروماتيك ده كده ليزر اوه نكتب كده عليه ليزر لو جبت اصرص عادي مونو كروماتيك بيكون باندويتس بتاعته ايه ؟ كبير فهو مونو كروماتيك برضه بس الايفشانسي او ان هو مونو كروماتيك ايديل ده بعيد او ان هو يكون ايديل ده قريب او ان هو يكون ايديل تمام؟ يبقى بيبقى بيطلعلي وايد desde يبقى معنا كده ده الارديناري ده بيطلع ويد رينج أوف ويف لانسل انما ده فيري نارو باندويتس النوع اللي بعديه انه هو كليميتج الريز بتاعت الليزر بتكون كليميتج يعني الريز تطلع بالبعض زي ما انا رسمتها هنا انا لو عندي ليزر بيطلع الرئيس كلها فارل لبعض فمعنى كده ان انا لو حاولت اقيس الديامتر في حتة وبعدين است الديامتر في حتة تانية بلاقيهم الاثنين ايكوال لبعض يعني لو جبت ليزر نشنته مثلا على البورد بعدين بعدت ونشنته برضو على البورد بلاقي ان الديامتر بتاعته انه هو قد بعض تمام انما لو جبت كشاف عادي الكشاف العادي بيبدأ يطلع الرئيز عامل انجل كده ما بينه وبين بعض فلو است الديامتر هنا بلاقي انه هو عمال بيكبر مع الوقت حد انشت خالي الموضوع دوت حلو يبقى كده بنقول انه انه هو الديامتر بيكون قد كده ما بينه انما دوت بيكون ايه بيزيد ما بينه الاخيرة هي الانتنيسي الليزر بيكون هاي انتنسي دايما مدام ليزره يبقى الانتنيسي بتاعته اكيد عالية اعلى من الارديناري سورسز بس هي طبعا انتبع عند نقطة انما دوت بيبقى لوق انتنتي وحاجة تانية ان الارديناري لايت سورسز بتقبي انما دوت بالنسبة للارديناري لايت بيقبي الليزر دازنت اوبي مين حاجة اسمها انفرس سكوير لو ايه هو الانفرس سكوير لو دوت الانفرس سكوير لو دوت بيقول ان الانتنستي بتاعت الرادياشن امورسلي بروبورشنال وزا سكوير افزا ديستانس فرم سورس يعني انا اللمبه مثلا لما بقى لازق فيها بقى لايه الانتنستي عالية مش كل ما ببعد الانتنستي بتخف بتقل لو لمبة بعيدة مش هتبقى مؤثرة عليا او مش هتبقى جايبة انتنستي عالية لان انا كل ما بتزيد كل ما بتقل يعني مثلا ممكن نسأل سؤال على الكلام دوت انا دلوقتي أن الليذر بعدت عن ن Straße دبل الدستانس يبقى الانتنستي تقلة ده 14 كENS حسن؟ طيب انا لو الليزر بعيدة مؤثرة m دبل الدسانس أ believers انتنستي تقله ده مش THATL هتبقى ايه مشكلة؟ حلو جدا هذا هو الفرق ما بين اللازر والإدران رايت سورس حد عنده فيه استفسار